سألك عن مواجهة أكيد ليفربول وبياريال يوم الأربعاء هي أيضا مواجهة على الورق ممكن تحسن لي ليفربول ولكن برضو على الورق بياريال ده اللي خرج فانتس وبايرميال أنا بحب قناي إمري جدا مدرب بياريال مدرب جيد جدا ودايما كورتو يعني آه ممكن الناس ما تستمتعش بيها بس أنا بحبها ليه؟ لأنه مدرب بيبني اللمسة بتاعته في الفرقة أنا بلعب ليفربول أنا يعني لو فرجت على المباراة دي تحديدا ركز كويس جدا في قناي إمري بيعمل إيه في نقطة قوة ليفربول هتلاقي أنه هو بيقفل على ليفربول لأنه هو مدرب بيقرى الجيم كويس جدا ليفربول مش هيلاقي مباراة سهلة فياريال فريق جيد جدا بطل الدوري الأوروبي في مباريات الإقصائية بيقدم عروض منتازة وأعتقد الدوافع التي تبقى موجودة عن لعيبة فياريال هي دوافع جبيرة جدا أنت في تاريخك كله أقصى حاجة عملتها كان نص نهائي وخرجت في ساعتها ساعة ريكلمي والمباراة الشهيرة خرجت لكن أنت دلوقتي قدامك إنجاز تحققه تاريخي لفريقك والمدينة اللي أنت بتمثلها فالدوافعة تبقى عند فياريال كبيرة لكن ليفربول شفناه النهاردة ضد إيفيرتون شفناه مباراة ضد إيفيرتون كانت المباراة يمكن شوية نقول أن هي كانت متعقدة في شوت الأول ولامبرد استفاد من تجربته مع مورينيو وركن الباس بشكل كبير لكن رغم كده يورجن كلوب لقى الحلول فليفربول فريق صعب جداً توقفه المباراة يبقى فيها ندهي يبقى فيها ندهي هيتقهل ليفربول أعتقد هيتقهل ليفربول مناسبة ليفربول حاسن بريميال ليج محشوم للسيتي صعب صعب يمكن آخر مباراة جيرارد أنا متحمس جداً إن المنافسة تستمر لآخر جول ويمكن أنا شايف كده توجه شوية في ربطة الدورة إنجزي إن المنافسة تستمر لآخر جول لأن الحكم ضد في المباراة إيفيرتون وليفربول بول تيرني كان فيه شوية كده قرارات أغلبها لصالح ليفربول كان فيه راكلة جزاء شكوك في راكلة جزاء برضو كانت رايحة ليفربول يمكن القرارات كانت مستمع بصالح ليفربول فهم عايزين حتة إن التنافس يكمل لحد الجولة الأخيرة لأن ده هيضيف للدورة الإنجليزي كتير جد ليفربول بقى ومنشستر سيتي مين يكسب الجولة الأخيرة لو استمرت ومنشستر سيتي قبل ستيفن جيرارد أعتقد إن ستيفن جيرارد هو الوحيد في الفرع المتبقية المانشستر سيتي هو اللي قادر إن هو يوقف مانشستر سيتي ولو عملها أعتقد إن هو يبقى كأنه حقق البطولة اللي ما قدرش حققها لأي بي أنا بقى الآن من توتنهام ودام ليفربول صعب أنتونيو كونتي صعب جدا مواجهة صعبة وكمان وستهام مع مانشستر سيتي مواجهة صعبة جدا يمكن هو فيه ثلاث مواجهات متشابهة ما بينهم وفيه ثلاث مواجهات مختلفة منهم توتنهام أنتونيو كونتي كمان هو الرجل يتعادل ضد برينفورد فحزوزه في المربع الزهبي بدأت تتأثر وأرسنال فريع عنه مباراة وهو المتقدم حاليا في الترتيب فهيلعب ضد ليفربول بقوة كبيرة وخلاص هو عايزة أهل دوري الأبطال وده هيساعده في الموسيب الجديد إن هو يحافظ على هاريكين ويقدر يتعاقد مع صفقات كبيرة فالمباراة تبقى صعبة جدا يمكن فيه مباراتين للسيتي وستهام أستنفيل تبقى صعبة وليفربول أعتقد توتنهام بس هي المباراة لأصحب